موسيقى يهلا مرحبا فيكم معاكم أخوكم عبدالعزيز راية عبدالرزاق السرية اليوم سأسولك معاكم عن آخر منتجات شركة كانون المتمثلة في كاميرا السينما السي 500 مارك 2 طبعا نحب أشكر كانون ميدل إيست وإيابي وولد على هالفرصة هذي الطيبة اللي خلتنا أن نجرب هالكاميرا طبعا الكاميرا خنسولف عن مواصفاتها عطاير أول شي الكاميرا تصور طبعا إيها أول شي السنسر مالها فل فريم تصور لي 5.9 كي يعني ألمون 6 كي وبالتالي هم كذلك تصوره بالكلر دبث يوصل إلى 12 بيت ريت وهذا ترى رغم جدا عالي حق الربع اللي هم يبون أن يستمتعون في الألوان وكمية المعلومات اللي راح توصل لهم البيت دبث معناته خطوات تدرج اللون الكاميرات اللي قبل ثيمانية بيت دبث مالها في 8 بت الكاميرات المتوسطة توصل لعشرة الكاميرات الهاي أند توصل لغاية 16 شنو هالرقام هذي؟ هذي معناتها عدد تدرج الألوان بالصورة كل ما زاد كل ما قلت تكسر بالألوان إذا كانت عندك السماء لونها رمادي تقدر تعدل فيها بالكنتراست بال 8 بت راح يطلع لك تكسر راح يطلع لك خطوط بال 10 بت راح يكسور أقل الموضوع بال 60 بت مستحيل طبعا أيضا الكاميرا تصور بطبعا ك 6 كي تصور نقول الى 60 فرايم والفور كي كذلك 60 فرايم ولما ننزل للتو كي راح نقدر نصور للأمية وعشرين فرايم بير سكن بس في نقطة وايد مهمة لازم نحط في بالنا أن الكاميرا نقدر نصور بالفور الفرايم أو نقدر نصور بالسوبر 35 أو بسوبر 16 فكلما صغر السنسور كلما عطاك فرايم ريت عالي على أساس أنك إذا أنت تريد تصور سلو موشن لكن أجين بعد شوية راح أسولف لكم أن هذه الكاميرا أساسا مو مخصصة حق ربع الألترا سلو موشن اللي يابون أرقام فوق الأمية ليش؟ بعدين راح تعرفون لذلك في نقطة وايد مهمة لما نلاحظ أن الدايناميك رينج الخاص في الكاميرا راح نلاحظ أن الكاميرا تصل إلى 15 ستوب دايناميك رينج وهذا رقم جدا جميل وحلو حق الناس خاصة ربع السينما اللي يابون يصورون في الأماكن اللي يكون فيها هاي شادو وكذلك الكنتراست اللي يكون عالي فبالتالي راح تكون عندك لغطات سينمائية جميلة مع هذا السنسور طبعا فيه نقطة وايد مهمة هذي تعتبر أول كاميرا سينمائية تحتوي على internal stabilizer زين عزيز واللي قبل وغيرها لا هذي الكاميرا تحتوي على internal stabilizer كلامي واضح نعم أول كاميرا تحتوي على هذا الشيء طبعا عبارة عن 5 أكسز إذا كنت أنت مركب أساسا عدسة تحتوي على internal stabilizer لكن إذا ما كنت حاط عدسة تحتوي على internal stabilizer تعطيك 3 أكسز يعني هم في internal stabilizer يعني إذا ما ساعدتك عدستك البدي نفسه أيضا راح يساعدك فبالتالي 3 أكسز بدون عدسة فيها internal stabilizer 5 أكسز إذا كنت معها وهذه ترى نقطة وايد مهمة طبعا لاحظت فيه هذا الكاميرا dual focus وهذه الشغلة وايد قوية لاحظتها وكذلك سرعة الفوكس طبعا كانت تستثمر أكثر في موضوع سرعة الفوكس والدليل وجود هذه التقنية أيضا قاعد نلاحظها بصفة جدا قوية وكبيرة في كاميرات ال R5 وكذلك ال R6 الأخيرة اللي انزلت اللي إن شاء الله قريب راح نزل لكم الريبيو الخاص فيها في السابق المونت عشان تحولها من PL إلى كانون أو العكس لازم تضيحك الوكيل وهو اللي يبدل لك يا الحين تقدر أنت تبدله بالبيت أو المكتب أو الطاولة أو أي مكان تريه طبعا في نقطة وايد مهمة اليوم أنا عندي كاميرا سينماية تدعم لي الـ Auto Focus وكذلك فيها Internal Stabilize يعني مناتي حتى في شغلي بالقنبل لما نبيعها أركبها على مثلا ستابيلايزر راح تكون كل أموري تمام للعلم عادة أي واحد يركب ستابيلايزر مع كاميرات سينماية كبيرة يعاني من مشكلة ألا وهي أن يحتاج شاشة هذي الشاشة تكون باينة بحيث أنه يتحكم بجميع السيتنك لكن الميزة في نوع كاميرات السي عامة راح تلاحظون أن الكاميرا عبارة عن موديلر كاميرا وغير أنها موديلر راح تلاحظون أن فيها عبارة عن أماكن معينة أنك تقدر تضغط كل أزرة اللي تحتاجها أنك تغير السيتنك من خارج الكاميرا بدون أنك أنت تضطر أنك تطل من الشاشة وهذي شغلة هم مهمة وأساسية يعني مثلا في كاميرات إذا ما عندك الشاشة ما تقدر تغير كل شيء السيتنك أو نقدر نقول راح تضطر أنك أنت تكون معاك على أساس أن يعني تغير فعلى عكس هذا الشيء راح تلاحظ في كاميرات السي ما تواجهك هذا المشكلة طبعا بعد ما عرفنا هذه الأمور الكاميرا فيها نقطة وايد مهمة خاصة ربع اللولايت لأنني نسألت هذا السؤال الكاميرا لو صورت على آيزو 12800 إليه يمكن تقريبا 25600 ترى ما راح وشك نويز فتعتبر واحدة من الأوبشنز الجميلة حق التصوير الليلي وكذلك بسبب وجود هذا السنسر الجميل اللي موجود في الكاميرا طبعا فيه هم نقطة مهمة الكاميرا تحتوي على انتيرنل شنو؟ اندي فتقدر أن تتغير كمية الإضاءة اللي تدخل داخل الكاميرا فبالتالي تقدر تتحكم حتى بالفتحة العدسة وتعيش بذاك اللوك بدون أنك تضطر منك حطمات بوكس وغيرها فهذا كله 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 على بعضه يبنى حق موضوع معين أن حجم الكاميرا مهم 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 راح تشوفنا الحجم الكاميرا كمباتبل وحلو ومشك نم وفيه كل شي وفوق هذا أنه هي أساسا تسجل رو انتيرنالي يعني ما تحتاج تتيب اكستيرنال تحط لأ سي فاست اللي يدد الكسي برس اللي يدد اللي الحين راح نلاحظهم حتى في كاميرات الار 5 وكذلك أعتقد الار 6 لأ بس أنا اللي لاحظتشنا بالار 5 أنا موجودة السي السي اف وهذا ترى عدن النغالي لكن كمية المعلومات اللي يشيلها تحتاجها الكاميرات الحين اليديدة مع وجود الريزولوشن الهائل الكبير اللي قامت توفرها هذه الكاميرات المهم بعد كل هذه البداية مهم جدا أنه نجرب الكاميرا ونطالع شنو أهم المواصفات فيها وبالنهاية راح نسمع راية رزاق شنو راية وحق منو هذه الكاميرا بعد ما جربها وصور فيها هذه اللغطات حسنا المواصفات الخادلة الضرب جيدة اجبك تتخفى مواصفة ثلاث وثلاث وثلاث أجل أجل يجبك أجل أعطنا رأيك رأيك كاميرا نفس هذه تعتبرها كاميرا التوب اند من ناحية المواصفات هي حق دوكومنتاريز اكثر بالدوكومنتاريز اذا بتصور اشخاص انت ما تحتاج اكثر من 60 فرايم اذا في شخص انت تحتاج اكثر اذا بتصور شغلات معينة عنوات الديتيلز يعني هي اللي تحتاج فيها يعني ما علي تقدر تروح بالتوكيت تصور اللقطة هذه بس عموما كمقابلات كدوكومنتاري ستايل يعني تكون مع احد وشيذي 50-60 فرايم مردانيز في الموضوع هذا حتى عندي برد اقدر اصعد له 240 فرايم بس متى استعملت 240 فرايم انا اكثر شيء استعمله او بالنسبة لي افضل شيء 50 لشان لاهو اللي بطيء حيل اللي ياخذ وقت وايد عشان شيء بسيط صير ولاهو اللي سريع اللي طبيعي يعني ففي يعني ماجيك هذا فرايم ريت هذا فاشوف انه جدا مناسب حكى الموضوع وموجود ال120 التي تستعمله الكاميرات الباجة كلها شديد تقريبا ناحية ان تصعد بالفرايم ريت بعد ما سمعنا راي عبد الرزاق الوقت اللي اقول لكم راي في الكاميرا راح تلاحظون ان الكاميرا انا استخدمت في تصويري لي اعلان للساعة لطبعا كنت معتمد اعتماد كلي على كم اضاءة وكانت الاضاءة جدا من خفظة فموضوع سالفة الهاي نقول دايناميك رينج اللي موجود في الكاميرا عبارة عن 15 ستوب بيّن عدل معاي خلال ما كنت انا قاعد اصور الساعة وصراحة الحمدلله طلعت في هذه النتائج اللي انتوا قاعد تشوفونها طبعا استخدمت عدسة كانون الاميا مايكرو 2.8 بالاضافة الى التوب الخاص في العدسة على اساس ان ازيد كمية ان انا اقدر ادخل مايكرو زيادة بحيث ان اصور لكم الديثلز اللي انتوا شفتوها والحمدلله توفقنا بهذه النتيجة وكان تفاعلكم يعني صراحة يثلج الصادر صراحة طبعا في نهاية هذه الحلقة ودي اقول لكم هذه النوع من الكاميرات ادري في ناس رح يقولون انها هي غالية لكن اليوم احنا قاعد نتكلم على كاميرا سينمائية تصور لي 6K رو 12 بيت يعني وانتيرنل يعني ما رح تحتاج انك انت تشري وتركب وتحط يعني كاميرا طلعي من الصندوق تحط بطاريتك تصور يعني توقع انه بالعكس ان انا شوف ان هذا السعر مناسب على كاميرا سينمائية توفر لكل المواصفات اللي ذكرتها في هذا الفيديو فموفقين خير بس مهم جدا ان نتحدد اولوياتك وتطالع اذا هذه الكاميرا تناسبك وتناسب كذلك استخداماتك احب اشكر اي بي وورد مرة ثانية وكذلك كنا المدليست على اتاحتهم الفرصة ان احنا نجرب الكاميرا وبالنهاية يكون عندك القرار انك انت تغتني هذا الكاميرا او انك تنتقل على كاميرا يمكن اصغر او اكبر بالنهاية القرار لك واحصل الى وفقكم دائما وابدا نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمة بمعلومات ان شاء الله جديدة وكذلك كالرفيوات قادمة تفيدكم وكذلك تثن محتواكم في هذا المجال مع السلامة شوكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة